السلام عليكم كيدا يرين لبس عليكم اش خباركم كل شي لباس اليوم عند ناقصة جديدة وزوينة بالزهر كانت منى منكم تتبعوها حتى الاخر وانا متأكدة ما غاديش تندمو وكانت منى من اللي باقي مشتاركش في القناة يشتارك وفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل جديد في مكان خالي ما كانش حس بنادم خلاء واسع من جيهة وغابة كتيفة الاشجار من جيهة تانية كتتوسطهم الطريق السيار الي قليل فين كيدوز من هالحديد اضلام حالك واسوات مخلطة كتخوف كتتسمع من وسط الغابة نادرا فين كتلقاش بنادب كيدور هنا كانت سيارة واقفة بجنب الطريق احدى واحد المنحدة اضواءها مطفيين وزجاج النوافد ديالها مضبين ما مخلينش رؤية واضحة السيارة كتتحرك طلوعا وهبوطا بوطيرة سريعة وكتسمع اهات فتاة على الجهد كانت فتاة في اوائل العشرينات ناعسة في مؤخرة السيارة وفوقها الشاب في اواخر العشرينات مجردين من ملابسهم خدامي وما كينينش في هاد العالم ما حاسينش بلي ضاير بيهم كملو وخرج غادي يركب القدام وهو ينمح سيارة واقفة عليهم بعيد شوية واقفة جنب الشرطي استغرب حيت ما كانتش في الجاو اركب عادت بعاته البنت واركبات حداه القدام من بعد ما لبسات حويشها وهي تقول تعطلت اليوم غادي يقتلني اخويا قال لي هالشاب يا قلتي تخل الحبس عودتاني وهي تقول راه خرج البارح قال لي هالشاب بز ناس فاشل معرزو دي ما حاصل وهي تقول كون غير عطاوه شي عشر سنين ونتهنه ومنه الشاب خدمت طموبيل وهي تقول شفتي ديك الطموبيل قال لي هالشاب شفتها ومن بعد قالت ايه انت جات قاعة ما سمعت حسها فاجدازة من حدانا قال الشاب واحنا ماننا وهي تقول عندك غير يكونوا البوليس قال لي هالشاب مالكي مكلخا البوليس ايش غادي ديروا في هاد لخلا وزايدون كون كانوا همانيت كون وقفوا علينا البنت قالت يقدرش حد دارت بيه امبان يلا هنمشي ونشوفو قال لي ها اديها فراسكو سكتينا دي ما رط موبيل وتحرق غادي الجيهة المعاكسة فين كاينات طموبيل الأخرى وكيشوف فيها من المراية الأمامية دروا راسه ورجع باللور احتوصل حداها ووقف الطموبيل ما بليه والو وما كيناش الحاركة والزاج ديال الطموبيل كان فيني ما كيبينش نزلو قرب حداها والبنت حدا هي تبعاتو وهبطات ووقفات بعيد أما هو قرب حدا لعند النافضة ودقجوش دقات ولا من موجيب عاود دق احتى حد ما رد عليه حق ايدو على البواني ديالباب من جهة السائق وهو يفتح زاد حلو وهو يبعد بخطوة تسريع اللور احتى تعطره طاح وبقى راجع باللور عيني خارجين ووجهه صفار والهضرة مشات ليه البنت شافته هكاك ومشات تحنات عندو كتسول فيه وهو الهضرة هربات ليه قالت له البنت ما لك شنطر عليك الشاب كان مصدوم قال ها ماما مقتول الدم الهضرة ما بغات تخرج ليه كي نعت لها بصبع الجهة الطموبيل وعيني خارجين وقفات وقربات بدورها حتى وصلات حد الباب وهي تشوف أبشح منظر يمكن تشوفه في حياتها كانت جتة راجل عامر دمعيات جيها تصدره وحجره رجليها فشلوا عليها أوليت كلها كتراعد مشات كتجري لجنب الطريق وبقات كترد حتى ضاحت على ركابيها ما استحملتش بشاعة المندب وتروع عليها خاطرها وعينيها كيدوروا بوحدهم وزادت كتبكي الشاب بقى مدة جالس في الأرض حتى شد فراثه وناد تلفت وبينت ليه جالسة جنب الطريق مشاشت فيها ونوضها وجرها لطموبيل دياله وهي كتتحطر في رجليها ما قايتاش تزيد وحتى هو ما كيقلش عليها باقى الخلعة شادها ولكن باغيبها حد على هاد المكان قدر المستطاع ركبها ودار ركبه كثيرا ما بقيش دار غادي بأقصى سرعة البنت كترعد وكتبكي وقالت شفتي قتلوه ماء مات ياك الشاب قال لها نسايدك الشي اللي شفتي وهي تقوله خاسنا نبلغوا البوليس قال لها الشاب حماقيتي ولا مالكي ابغيتي لبقوها لنا قالت خاسنا ضروري نبلغوا باش يعطقوه لكان باقي حي قال لها الشاب وديها في راسك نجبدو على راسنا مشاكين احنا فغينا عليها وهي تقول ناري شكون دار فيه مسكينها كعك قال لها الشاب صافي سكتينة ما نسمعش حسك كملوا الطريق وهما ساكتين كل واحد فيهم كيحاول يستوعب دكشي اللي شاب دخلوا للمدينة والدنيا عامرة شي غادي شي جاي ادخل الشاب مع أحياء شعبية وحط البنت حدا راس واحد الدرب وزاد مع الطريق أصبحنا وأصبح الملك الإله كانت ناعسة فوقنا مسية صغيرة ديالشخص واحد شعرها كحل ومغطي لها وجهها فتحات عينيها بتطاقل وهي كتتحكس وتجبت بحال شمشيشها نارت خشاة تفرج ليها بانتوفا غوز وتوجهات الحمام قدات حاجتها وغسلات وجهها وهي كتشوف في انعكازها في المرعية حيون كبار عسلية مشفرة وشفاه ممتلئة شعرك حل طويل وبشرة صمرها خرجات من الدوش ومشات لبيتها وتوجهات لنافضة حيديت الريدو وفتحتها وحتى دخلات أشيعات الشمس وضوات الغرفة وخرجات وتمات غادة جبديت ليكيت ودارتهم فوتنيها كتسمع الأغانيها المفضلة وصلات المحطة ديالتوبيس ووقفات كتسنو هي مبعبة على الناس من طبعها حدود يوم عزيلة عيشة في عالمها الخاص كتحاول تحاشى بنادم قدر المستطاع وما تتحاكش معاه شخصيتها شخصية غير جماعية على الإطلاق جت توبيس وركبات فيه وكان عامر ومني وصلات لبلاسة اللي بغات ووقفت توبيس هبطات قد غادة حدر راسها وقد تمشى بهدوء ومخشية في راسها كيتسطحوا فيها المارة ويدوزوا كأنها ما كتبانش لهم ووصلات قدام بناية كانت خاصة بمجلة خاصة بالفاشن سيحات الموضة واخبار المشاهير حيدات لكيت وخشاتهم في الحقيبة ديانها وطالعة مع الدروش تكت سمع صوت كي نادي بسميتها غادير تلفتات وشافتوا جاي على دراجته النارية وقفها عن القارديان وحيد الكاسك وحطه في بلاستو وتم جاي جهتها كي يجري بتاسمات بتسامة خفيفة وهي قد شوف فيه جاي قبالتها وقف حداها وسلم عليها باسها من حنكها وهو ما يحمار وخدودها وتحرقوا ناحية الباب قال الشاب غادير صافا قالت بي خير الحمد لله وهو يقول مزيان البارح مالكي ما تسنيتيني نوصلك وهي تقول مبغيتش نحذبك رامشيت في الطوبيس ركبت في آخر واحد وهو يقول الشاب وكنت فاوتي معاه تبقى منشورة قرسها فخدها وقال كوني تسمعي الهضرة ماللي نقول ليك تسنيني تسنيني اوكي غادير قالت له اوكي سيف واش غادي تتحول من المجلة قال سيف نو ماشي دعبة ولكن ما غاديش نبقى ديما عارفاني دارس الصحافة وباغي نكتب دكش اللي كيتير اهتمامي ماشي تفاهات ديال تبرقيك ايش قال هاد الممثيل معاه من مصاحب هاد المغني ايش حال كتوزن هاد العريضة هاد شي ماشي ديالنا شافي هوقان عارفك حتى انتيشة غافك تكوني صحفية حقيقية تكتبي على القضايا اللي كيهموك واتبتي راسك وقريب ان شاء الله نوصله لمبتغانا وكيف مكت عارفي خدمت في هاد المجلة غير باش نزيد في السيفي ديالي وملي نقدم الجريدة اللي باغي غايقبلوني هاد المرة قالت له غادير ان شاء الله تقبل انت اطمح شخص عرفته في حياتي وغادي توصل دك شي اللي بغيتي وهو يقول سيف نوصله انا وياك ماشي غير انا بوحدي ضحكات غادير وقالت اه نوصله سيف شاب واسيم عنده 26 سنة قاهر الفتيات اللي شافتو كتطيح فيه خاصة المراهقات مظهروا شبابي حروفوا كحلين وعيون سوداء وشعر وحواجب كحلين عنده جسم جتاب ورياضي وطوله متوسط صديق غادير المقرب والوحيد دخلوا المجلة لخدامين فيها هادسة شهور من بعد ما تخرجات غادير وصيف من معهد الصحافة اللي تعرفوا فيه على بعض وولوا اصدقاء مقربين قدموا العدة جرائد بشيخدموا في الصحافة المكتوبة ولكن تلقاوا بالرفض لعدم وجود اي تجربة او خبرة عندهم رغم الديبلوم اللي واخدينه حتى كانوا غادي يستسلموا وهو يتلقى سيف عرض من عند مجلة شاين اللي كيت رأسها صاحب الأب ديالو قبل رغم انه ما عندوش رغبة يخدم في مجلة الفضائح والإشاعات والأسياق ولكن فكر انه يقدر تنفعوها التجربة وغادي تساعدو يتقبل في البغا سيف منعه إلى ميسورة كان بإمكان الأب ديالو يتوسط له ويخدم في المضغة ولكن مرافض اطلق أي مساعدة باغي شقة طريقه بوحده يوصل ولكن فاشق ترحلي الأب ديالو فكرة يخدم مؤقتا في هذه المجلة كان باغي يرفض ووافق السببين اللي هو لغادي تحاونه ويكسب خبرة والثاني هو غادير كان عارف ما غاداش تلقى اللي يساعدها داك شي على شوافق بشرط خدمه بجوش قبل بيهم رئيس المجلة ومن ديك الساع وهم خدامين فيها كي يكتبوا مقالات ومواضيع محدودة داخل إطار داك شي اللي محروفين به المجلات طلعف لسونسور للطابق الخامس تماك فين كين مكتب مشترك في عدة مكاتب صغار كي يجمع عدة موظفين كلها جالس قدام المكتب ديالو وقدام في البيستي ديالو الأغلبية كانوا شباب جلسات غادير وبشرات بخدمتها واحتسيف جلس في المكتب ديالو اللي بجنبها حط الكاميرا ديالو اللي ديما مرافقها فوق المكتب وبدأك يشوف في الصور اللي اخدأ وفي مكان آخر كانت سيارات الشرطة في كل مكان وبجنبهم سيارة الإسعار الدنيا عامرة برجال الشرطة والمسعفين واحتى بعض الصحفيين اللي شمشموا الخبر وحضروا باش يكونوا الأوائل في أخذ السبق الصحفي ولكن مانعين عليهم يدخلوا داخل الخط الأصفر اللي متوقين به مسرح الجريمة وبعاد ما كانش كيف يديروا ياخدوا صور أو يشوفوا أشواق عداخل السيارة الشرطة طوقوا المكان وبقى وبعاد حسب الأوامر حتى حد ما يقرب للسيارة حتى جواحد فيهم بغا يدخل ومنعوا الزميل ديالو قال الشرطة اللي وين ما يمكنش يدخل وهو يقول الشرطة التانية علاش بالسلامة قال الشرطة اللي وين الضابط اللي مكلف بالقضية من احتى واحد ما يقرب من مسرح الجريمة حتى يجي قال الشرطة التانية شكون هذا وشكون كلفه ياك جاع وصلنا لخبار غير هذا الصباح شرطة اللي وين كي تلقينا البالاغ وباللي ممكن تكون جريمة قتل تاصلوا بالضابط من فرع الجريمة وكلفوه هو بالقضية شرطة التانية قال اففف ده غير يزربوا علينا داب احنا نخلي وليه القضايا الوعرة باش يزيد ترقة واحنا نشده الشياطة شرطة اللي ويل قال سكوت إلا سمعك يحرر فيك عيشتك دوك اللي خدامين معاه كيعودوا عليه قاسح وخايف وهو يقول الشرطة التانية بس زعت إلى واعر مايجيش تصعصع علينا احنا هادوك صحاب فرع الجريمة دي ما كتكون زايدة فيهم من غيظة كيحسب لهم غير هما اللي خدامين شرطة اللي ويل قال ليه اجمع راجع موراك دار الشرطي اللي من الصباح وهو حال فمه وهو يبال ليه شخص طويل كتاف وعرات عينهم جبدين بحال ديال استقر لونهم زرق مغلوق وتخنزيرة مرسومة على وجهه جايوا هاز راسه الفوق كيتمشى بثقة عالية وكيشوف القدام البوليس اللي كيقرب ليه كيخوي ليه الطراق احتوصل حددوك الجوج اللي كانوا شادين فيه الحديث البوليس اللي هو الكحز من طريق وحدا راسه لاخر بقى واقف وبغى يدير فيها صعصع شاف فيه انطابت من تحت وهز حاجب وداز فيه وضربو بكتفو احتد زعزعدة بالبوليسي قاسو غير بكتفو وفقد داك خينات توازن على شوية كان غادي يطيح هزت ضابت الصمتة الصفرة وداز من تحتها وقرب للسيارة بخطة تابتة كيشوف ويسكاني بعينيه شوية هادار وعيط علاجو الشرطيين من فريقه جاو كيجريه قال الشرطي نعم الشاف الضابت دار عند واحد فيهو وانطق بصوت رجولي كيزعزع تاصل بالشرطة العلمية دابا يحضره وهو يقول الشرطي حاضر شاف وجبد التليفون ومشا يدير خدمته الضابت شاف لاخر وقال جيب لي يدك اللي بلغ بالجريمة وكيشوف البوليس اللي معمرين الدنيا وقال هيد رباعة المكلخين احتى واحد فيهم ما يعتب هنا مفهوم الشرطي قال هي اللي ولا شاف مشا الشرطي كيحضر لاخرين باش مايقربوش لمسرح الجريمة ومشا عند الراجل اللي بلغ كان باقي واقف جره والداهل عند الضابط اللي كان مدخل راسه في السيارة وكيشوف بالجتة قبل ما يرفليه جفن الراجل واقف قريب وكيبعد عينيه باش مايشوفش داك المنظر البشع وكيستغرب من الضابط اللي كيبرقق بحلة كيشوف في مونيكا ماشي بنادم اللي مقتول دار عنده الضابط كيشوف فيه منظرات غير مفهومة خلات الراجل كيتفتف كأنه داير شي حاجة وهو يقول انت اللي بلغتي الشرطة الراجل بدكيت راعد وقال ها ها سيدي ضابط قال عاود لي من لون امت وكيفاش كتشفتي السيارة الراجل قال انا اسيدي كنسو كاميو ونعت ليه جهة الكاميو هادك الليل هي كنت دايز من هنا هاد الصباح دايز سلعة وشفت هاده الطموبيل واقفة والبن محلول قلتي ممكن وقفات المولاها وهاد الطريق ليه للي كيدوز منها انقذت من السرعة وطليت وما بلية حد وقفت الكاميو وهبط نشوف كي قربت وهوي بلية الضابط قال له ببروت ايش بالليك قال الراجل باللي يا راجل عامر دمايات تخلعت وبعد ورجعت ركبت في الكاميو ديالي كنت غادي في حالي ولكن قلت نعلم البوليس تاصلت وقالوا لي نحت ليهم المكان ما عرفتش بالضبط فين كهين وقلت هالي هون وقالوا لي نبقى فين اهنا ونخدم جي بي اس باش يلقاوا الموقع وذاك الشي اللي درت وفاش جاو وبغيت نمشي ونخلاونيش قالوا لي يخليك حتى ناخده ايفانتك الضابط قال لي هم مزيان قربتي لطوموبيل هزيتي منها شي حاجة قال لي هالراجل لا زيدي والله ما قربت ولا هزيتي شي حاجة قال الضابط متأكد حيث غادي نهزو قاع البصامات وإلى القناديالك غادي تكون المشتبه به اللون الراجل صفار بالخلعة وقال كنحلف ليه كاسيدي ما قربت ليها أنا غير مسكين كنسوق هاد الكامية كنهز فيه السلعة ديال اللي بني باش نترزق على الله كنت غادي نمشي بلا ما نبلغ ولكن ما طاوعنيش خاطري واتصلت بالبولس شاف الضابط الصدق في كلام الراجل حيث عنده مهارة يفرز بناتم إلا كان كيكدم من تعابير وجهه وقال سير مع هداك الشرطي غادي ياخد أقوالك وغادي تمشي في حالك ومنلي نبغيوك غادي نتصله بيك مش الراجل وجاو فريق الشرطة العلمية اللي موالف الضابط يخدم معهم في القضايا اللي كيتكلف بيها لأنه كيتيق في مهاراتهم كانوا جوجد الرجال ومراء دايرين قفازات وهزين المعيدات ديالهم باشروا باستكشاف مسرح الجريمة شي كيصور وشي كيهز أي حاجة يمكن تكون دليل محتمل كيحطوها في بلاستيكة وهم خدامين هو وواقف عليهم احتى كملوا وعيطوا على المصعفين هزوا الجدة باش يديو هالمختبر يديروا لي هاتى الشريح من بعد ما تأكد من أن كل شي هو هاداك مشجهت سيارتو وركب وكسيرا قبل ما يحضر مع حد وهو يقول الشرطة التانية نيري على بنادم كيف داير قال الشرطة اللول زيد نديرو خدمتنا راك ما عارفش راسك معامل الشرطة التانية قال معامل بنادم حاسب كنروح لوالو وهو يقول اللول هازيدي إلاك أنت عايش على وجه هاد الكورة الأرضية غادي تعراب باللي ما يمكنش تلعم على الضابط صخر بن يازيد وتبعد على ساحة وقدر الإمكان ولا تصدق خارج على راسك الشرطة التانية خرج عينيه وقال صخر بن يازيد هذا هو قال اللول آه هو هاداك يوجمع راسك امشى كل واحد للتائرة في الخدام صخر اسم على مصر ما كاينش مقصة من هادا الرجل شخصية صلبة عديمة الإحاسس حياته مقتصرة على مطاردة المجرمين والقتالة وزجهم في السجن المكان المناسب لهم كيكرههم أشد الكرة وبالنسبة لي ما عندهمش الحق في العيش وما كرهش كل قتال يتنفد عليه حكم الإعدام لأن السجن واخه يكون مؤفد قليل في حقهم وهو ما أبشع وأكره المخلوقات بالنسبة لي عمره ما تكلف بشي قادية وما لقاش المجرم أو الجاني عنده مهارة خاصة حياته هي خدمته وكيكرس لها معظم مقته وكيعتبرها واجب وعمره قصر فيها من بعد ما غادر مسرح الجريمة اتتاجه المركز وادخل وكل شي كيلقي عليه التحية ادخل المكتب ودار اتصال وفتح الملفات لقدامه كيقرأ فيهم دازة مدة وجاه اتصال جاوب وناد كيتم الشبخه تسريعه اركفت موبيل وتاجه الاسبيطار تابع المركز وصل وحط الطموبيل في الباركينج واطلع للتاج اللي فيه المختبر ولقى الفاريق كله تمامك الفاريق متكون من عمر ومراده رانيا من احسن الدباط واليد اللي ومنه لسخر قال لي هم شنو لقيتو وهي تقول رانيا طبيب التشريح غايقول ليك النتيجة عاد نهضره وشافت في الطبيب وقالت له تفضل وهو يقول طبيب التشريح وهو كيشوف الجتة اللي فوق البياز ومغطي جهة حجره فقط قال كيف كتشوف الضحية عنده ثلاث طعنات بجهة السطر وبالضبط في القلب حيد لغطاع الحجره والفاريق كلهم عفوا المندر وقلبو جههم إلا صخر وبقى كيشوف ويسمع بتركيز الطبيب قال القاضي بديه له ما كاينش مقطع بشي آلة حادة غالبا غتكون سكين دي المطبخ وغطاعه التالي وهو يقول صخر طعناته ما سبب الوفاة طبيب قال له آه لقينا في الدم ديال ومادة منومة خلاته يفقت الوعي عاد تم التطعن ثلاثة المرات في القلب من بعدها تقطع القاضي وهو يقول صخر ووقت الوفاة طبيب قال ما بين ديك الحداش واثناش ديالليل مساء أمس صخر قال هاد شي اللي كاين ما كي نحتاش حاجة أخرى وهو يقول طبيب هاد شي اللي توصلنا لي هاد الساحة صخر قال أوكي أي جديد اللي بغيك تعلمني به في الحال تم خارج وتبعوه الفاريق ديالو غادين في الكنوار والحاديث مستمر قال صخر أكيد لقيتوشي حاجة في مصرح الجريمة قال عمر للأسف وانو ما كي نحتاش عرا ولا نبشع لجسم الضحية اللي تقدر توصلنا الجامل صخر قال والبصمات مراد قال داخل السيارة كاينين بصمات الضحية فقط ولقينا بصمات على البوني ديالباب من جهة السائق باقي كان بحتوا علموا لها قالت رانيا تعرفنا على شكون الضحية اسميتوشي يوسف الصديق تاجر خاند فلوس عنده مزارع في المغرب كله كي يصدر الأوروبا وآسيا والسيد مرفح بالمزيان السيارة اللي لقينا فيها ديالي ومكتوبة باسميتو الصخر قال ما كيهمنيشي شكون يكون ركزوا مزيان ما تفلتو حتى حاجة تحقوا من أي حاجة وعاودوا شوفو ضروري ما يكون المجرم خلى آثار مورعة وهو يقول الفريق وخشا ادخل لها سونسور وخلاهم يكملوا خدمتهم ومشا اطلع في التوموبيل ورجع للمركز ابقى تمحتى لتناش دياللي خرج واخدى التوموبيل وكسيرا موقف حتى لحدا الوحد الحي راقي وهادئ وفيه بنايات عالية ادخل وطلع فيه سونسور حتى للطابق التاسع فين كي ينشق ديالي دوش وخرج تشبه فوق فوتاي وصرح رجلي فوق طابلا وهز الباسي ديالو حطوه في حجره القى الفريق سيفطليه التصاور والتقارير وبقى كيشوف التصاور الضحية وكيحقق وكيشرف قهودو وبقى مدحت حتى حس بلعية وحط الباسي فوق طابلا ونادد خل بيتو اللي غالب عليه الألوان الغامقة اللي قري والكحل والبنو اللي حفوق ننو سيتو ونعز وفي مجلة شاين بعد يوم ودعب وممل نفس الروتين بالنسبة الغدية كملت كتابة المقال اللي تعطى لها ونادت هزات ساكر شايف هزيف وناد حتى هو أهبدو وخرجو من المجلة بغت ودعو تمشيل محطة الطوبيس ومخلاهاش جرها معاه الماركين وحلف حتى يوصلها خاصة أنها كانت العشرة ديال اللي اركبوا طلعات موراها قفزات فاسمعات صوت المطور مجهد شدات في الحديدة موراها حيت حشمات تشد فيه حس بيها وهو يشد يبديها دورهم على خصو وزاد غادي بسرعة تخشات فيه حي تخافت وبتاسم وعجبه الحال ونقسمت السرعة شوية ماداش بالساف ديال الوقت ووصل للحي اللي ساكنا فيه ونزلات وبقاه وفق المطور وهي تقول غادي شكرا واسمح لي يا عدبتك معايا قال لي هاسيل ما كان حتى شي مشكي كيف جاتك الركبة زوينا ياك قالت قال لي هاسيل ما بقاش تشكرني ولا تحتاطري راه غادي كحاليك كتبقى معطلة في الخدمة وباغت رجعي في الطوبيس ما خفتيش على رأسك في الصباح ما عليش تركبي فيه ولكن بالليل خليني نوصلك حتى تلقيش حال قالت واخر وهو يقول يلا سيري طلح للطار ترتاحي ظهرت غادة وهي بغاة تموت بالفرحة عجبها الحال وعجبها تعاملوا معها احتاز معاته كي نادي بسميتها وتلفتات ورجعت عنده كتشوف فيه بتساؤل كان حابس الضحكة وقالي ايوا اعطيني الكاسك ديالي ولا بغت نعسي به دارت ايدها على رأسها ولقات رأسها باقة دايرة الكاسك مرقات حتل فيها ومساعده بداتوا ليه ومشاعد كتجري داخلها مع العمارة ومزنقا من الفرشة حط الكاسك في بلاستو وهو ميت بتضحك على منظرها وهي كتجري ابقى واقف احتشافها دخلات ودمارة ومشاة تعير دخلات رغد للشقة في نساكنة اللي هي عبارة عن شقة صغيرة فيها جوج بيوت واحد بيتها فينكة نعز ولاخر مصدود وصالة كبيرة شوية فيها فراج عصي وبلازما وكوزينة صغيرة بعد ما قلت تكات فوق ناموزيتها الزيت صورة بالكادر حطاها فوق الكوافو اللح داراسها عنقاتها لصدرها والتخشات تحت لغطاء غمضات حينيها ومزلات دمحة تجري على خدها حتى وصلت لمخدتها غاصت في عالم الدكريات وايام طفولتها حتى غفات وككل يوم نهت صخر من النعاز دو وشو البز عليه فطر وخرج ديري كتل مركز حطت موبيل ودخل المكتبة يالي ودار اتصال قال دابة تكونوا عندي وقطع ما ديش بزاف تيل الوقت وهو يسمع الدقان وعطي الإدم بالدخول ودخل الفريق صخر كان مسرح فوق الكرسي وداير رجليها للمكتب وقال عمر أعطيني الجديد باختصار عمر قال البصامات لقينا ملاهمون ومدليه وثائق وقال شاب في عمره 26 سنة والعنوان دياله كان يسمعك وقال المعلومات عليه صخر قال مزيان جبتوه اللي ما زال قال عمر كانت سنة وأوامرك باش نعتقلوه وهو يقول صخر عمر انتوراً يا غادي تحاودو تفليو السيارة ديال الضحية وأنا وموراد غادي نراقبو المشتبه قبل ما نعتقلوه إلا كان هو الجاني وما القيناش السلاح بشرتاك بالجريمة وهو أصدر ما يعتارفش غادي يخرج منها بسهولة خاصنا نعرفو تحركاتو أولاً ونشوفو واش كايناشي حاجة مشبوهة عليه عاد نجيبوه الاستجواب الفريق كله قال أوكي شا وهو يقول صخر تحركوا كل اللي يدير خدمته ناد عمر ورانيا ومشاوي يكملوا شغلهم وبقى الصخر كيفكر ويخمن عاد ناد خرج وتبعه موراد ركبوه في الطموبيل ديالصخر وغادي للعنوان ديال المشتبه به وصلوا الحي في بيلات متوسطين ووقفوا بعيد وعينهم على الفيلة المعلومة وبقى وكي تسننه دازت شي نص ساحة وهو يبال لهم شاب خارج من الفيلة بسيارة من نوع مرسيديز كان بنفس مواصفات داك اللي كيقلبوا عليه تبعو صخر بلا ما يعيق احتو صل حي شعبي وقف راس الدرب والصخر واقف بعيد حاضي شوية بينك لهم بنت شقراء ركبات معاه وديماراه تبعوهم احتوقفوا حدا شريكا ابقوا مدوا واقفين عاد هبطات البنت وتحركات الطموبيل تبعوهم جددا وبال لهم وقف حدا واحد درسطوا ودخل ادخل صخره مراد وقلصوا في طبلة بعيدة عليه وحاضي كالس مع جوج ديال الداري آخر طلبوا الأكل وكلوا في جو ديال انضحوا وتقشع عاد ناضوا كل واحد ركب طموبيل دياله ومشاوا واكيد صخر باقي تابع المشتبه النهار كامل وهم مراقبينو حتى الليل اختمها ومشا لبوات صخر كان واقف خارج لبوات وموجه كلامون مراد غادي دخلت بعدك الويل ما دفلتوش حتى يدخل دارهم اي حاجة جاتك مشبوهة علمني مراد قالو وخشع اهبط مراد ودخل لبوات وصخر كثيرة موقف حتى القدام الشركة اللي وصل ليها المشتبه ديك البنت وصلت صعود ديالليل واغلبية الموظفين خرجوا كان غادي حتى بانت ليه خارجة نفس البنت وقفات حتى الباب كتقلب بعينيها شوية هزاد تليفون ودارة اتصال كتسنة وهي تقطع بالزعار تحركات وصخر تابعها بشوية حتى بانت ليه وقفات حتى بلاكة ديالطوبيس اهبط منطو موبيل ودارقو بتشاكيتا ديالو على رازو ومشاو قطمو راحا شوية جاتو بيس وطلعات وطلحتا هو خلصو بقواقف بعيد عليها تحركات الحافلة وكانس حان وشوية وهي توقف في المحطة الخرع طلعات غادير كتزاحم مع ابنادم حتى ركبات وملقاتش في انتوقن ووقفات في وسط الحافلة دايرة الكيت فودنها كيف ملعادة وشعرها مغطين الصوجحة البلاسة فين كانت واقفة كانت عامرة دراري باين عليهم شرملي وغير شافوها طلعات وحطوا عليها العين كيشوفوا فيها شوفات ديال بديها هي حادرة راسها ومعنقها حقيبتها احتى حسات بشي حد كيتحاك معاها تكمشات وكتحاول تبعد وتبدل بلعصا ولكن كانوا مدورينها كتشوف بعينيها اللي كيبان عليهم البراءة والخوف وبحال ليلة كتستنجد بشي حد اعتقها من هاد الموقع ولكن شكون اداها فيها كل واحد اداها في راسه وما باغي مشاكية حط واحد فيهم ايده على خسرها وهي تقفز ولا تكترحل وعينيها تغرغرو بالدموع ساخر كان في مؤخرة الطوبيس واقف حدا الباب ومراقب ديك البنت بشوفاته الحادة حرك عينيه وهي تجيه في جهة غادير اللي مدورينها ثلاثة وسطهم المشهد باين غير اللي بغي تحامع ويدير بحال ليلة ما شافش عقد حجبانه وتحرك كيدفع في بنادم حتوصل حداهم مد ايده وشد في الدراع غادير اللي حادره راسها وشعرها هابط على وجهها جرها من وسطهم ويالله بغي يدوي واحد فيهم خنزر فيه صخر واحد مولاتي تتخنزيها احتتكمش داك الأخ هو وصحابه واخاهما ثلاثة شافوا حجمه وجهول اللي حمر كيبان ملقب سقلوا بغاو السلامة جرها معاه بلحتكلمة وهي ما عارفة شنو واقع ما فهماتو غال احتوقف هاحدا حاية الحافلة مكالي عليها بيده جات وسطهم ذاحم عبنادم ومخلي مسافة بينها وبينه عاد فهمات هاد التصرف الشهم اللي جا من هاد الغريب وانقدها هزيت راسها فيه وبان لها كيشوف واحد الجهة ابغاد تشكره واتعقد لها لسانها وبقاد كتتأمل في وجهه اللي ما واضحش مزيان بانوا لها غير عينيه الزرقين المغوشين وريحتوا اللي اختار قات أنفعه تشجعات وفتحات فهمها باش تقول ليه شكرا وهو يبان لها تحرك وهبط بسرعة البرق بلا ما يشوف جهاتها تبعاتوا بعينيها حتى ما بقاش كيبان والطوبيس تحرك وتبسمات بينها وبين راسها شوية جمعاتها فاش تفكرات دو كدراني هزيت راسها وشافت فين كانوا واقفين ما بانوش لها عاد ارتاحت وصلات لمحطتها وهبطات كدزر ما ارتاحت حتى وصلات للحي ديالها ودخلات مع العبارة أما صخر فاش شاف البنت اللي تابع نازلة تبحى حتى وصلات لدارهم عاد اخت الطاكسي ورجع للمقر تلاقى بالفريق وهدروع للمستجدات ديالقديا صخر كلف شرطيين يرقبوا المشتبه به هو والبنت اللي كانت معاه لمدة تلتيان عاد امر باعتقالهم بهدوء ودكشي اللي داروا الشرطة كان صخر جالس في المكتب دياله احتاجه عنده الشرطي وعلمه بلي كل شي جاهز ناد خرج وتوجه لغرفة الاستجوعة كانت غرفة بيضة وفيها طبيعة وجوجت لكراسة وفي واحد الحات مراية اللي بتطبع من الجيهة الاخرى غرفة المراقبة كيبال لهم اش كيوقع في غرفة الاستجوعة ادخل صخر لغرفة المراقبة وكان وجوجه رجال الشرطة قالسين كيشافوه وقفه ولقاوا التحية وماء براسوه وربع ايديه كيشوف منستاجع عمر قالس في كرسي مقابل مع المشتبه اللي دايرين ليه المينوت ايديه خرج من غرفة المراقبة ودخل من باب غرفة الاستجوعة عمر شافوه اخوات طريق اخرش صخر واقف وكيشوف المشتبه هاد الراجل وساكت مبغاش يهدر ومنلي جابوه منطق بشي حاجة صخر دهت وتقابل معاه والتحنوه حط ايديه على الطابلة كيشوف فيه وقال لي انت اللي قتلتيه ياك المشتبه هز راسو شاف صخر بلا ما يجعوه هو يقول صخر ما غاديش تعتارف اوكي معليش غير هو مااشي في صالحك كان غادي يتخفف عليك الحكم اللي اعتارفتي ولكن دابا فات الفوت صاحبتك شهدات فيك باللي انت اللي درتيها المشتبه خرج عينيه من الصدمة وقال لا مااشي انا ديك سلقوطة غير كتكدب صخر قال واشنو كنتي كدير تماما واش جاب بصاماتك للسيارة ديالتحية هو يقول المشتبه انا والله ما قتلتو وما كان عرفوش كنت تماماك انا وديك الخانزة شفنا الطموبيل واقفة قلتش حد سكتات بيه الطموبيل ومشيت نشوف لقيت راجل مقتول وهربنا من دماغ اهاتش اللي وقع صخر كان كيدور عليه هو يقول واش كنتو كديرو في هدك الخلف هدك الوقت المشتبه قال كنت غير دايز قال ليه صخر متأكد المشتبه بدك يتفتف وقال اه 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 قال ليه صخر واثار عجلاتك اللي لقي نحده المنحدر حيدلك اتنا اللوطو ديالك كانت واقفة في ذاك الموقع المشتبه به صفار وقال اه انسيت وقفت حيد صخر خبط في الطبلة وقال غادي تبقى تفتف عليها هنا انطاق ما عنديش نهار كامل قال المشتبه به كنت معها ديك كن كن الصخر هز حاجب وقال اه فهمت المشتبه به حدا راسه وهو يقول صخر يو اقولها من صباح المهم بغيتك تتعقل مزيان وتقول ليه واش شفتيش حركة فاش كنتو تمه داز من حداكم شي حد ولا بانتليكم شي طموبيل اخرى اي حاجة المشتبه به قال لا ما شفت وارو فاش وقفنا ما كان حتى واحد ومنلي كنا غاديين بانتلينا الطموبيل واقفة الصخر قال هي طاحت من السماء زي ما ما سمعتو حس ما شفتو حد قال المشتبه به لا والله ما كان كتب وهو يقول الصخر بصوت كي زعزع وفين كنتي غارق ها كنتي مامساليش تفوع لارباعة المكابيت المشتبه بقى ساقت اضرب الصخر بالكرسي اللي حداح تقفز المشتبه به وخرج زاعب ودخل غرفة اخرى وهو يقول شنو قالت هاديك عمر قال نفس الهضر اللي قال خينا تخلعوا وهربوا خافوا يبلغوا تحصل فيهم صخر قال تلقوهم يمشيوا في حالهم وهو يقول مراد نخلي وهو ما تعرف يكون متافق هو وياها ودارسين القضية وداربين حسابهم صخر قال ماشي هو اللي قتل كنت عارفها من لول وهو مشاهدين الوحيدين الجريم ساعة المكبوت والسلقوطة كانوا خدامين تلقوا الزمر يمشي في حالهم تلقوا صراح دوك الجوش وبدو كيقلبوه لأديل لبجي هفرة ولكن ما لقوا حتى خيط يوصلهم للفاعل صخر بدك يتعصب وحالف حتى يلقي القبض على القاتل بش مكان ومرت الهيام والقضية ما فيها حتى جديد وما خلوا فين بحثوا ووان وبعد يوم متعد أرجع صخر لداره دوشه اللي بسحويجه وهزته موبيل وتحرك ابقى غادي حتى وقف قدامه حد الفيلة كبيرة دايرة بها حديقة شاسعة ادخل مع الباب الحديدي بعد ما افتح ليه العزاس حطها ودخل ديري كتل الصالة فيها طبلة كبيرة دايرين بها الكراسة تقدموا التحنة عند مراه في الخمسينات وبازها من راسها وقلص في راس طبنة المقابل معاه في الراس لاخر الراجل في أوائل الثلاثينات وسيمه كيشبه الصخر شعره بونهي وعيون زرقين ولكن زرق فاتح ولحيام التراسية وجسم منحوته طول قده قد صخر في الطولة جالسه بجنبه فتاة في العشرينات شعر ذهبي وجه جميل وحروفها شعبية قلص صخر وباشر بالأكل بدون كلام احتنطق الراجل اين عنها قاعدة فيك تغبر حتى تدعيا ودشي مدرم ما تسلم ما والد صخر قال ليه موحش كنت سالم معاك بارك عليا نسلم غير على الوالدة وباس ايدها وهي تقول الأم ديالو رقيا الله يرضي عليك أولدي غير هو ما فيها باسي لسلمتي على أخوك الكبير ومراجل قال الأخ ديالو اللي اسمته سيراج الوالدة هايد الولد عندك ما ربيتي فيه والو هو يقول صخر انت اللي مربي ومرضي الوالدين والابن الميتالي غير هنينة سيراج قاعد تهكم اللي فيك ما زال ما غدي تحيده إنا ما بغيش تسلم عليا سلم غير على مرات خوك وهي تقول إله ماشي مشكل أنا وليبت عليه صخر قال السلام ديال الله قلناها وأنا ما سلمتش على مراتك باش ما تسلمش ليا على مراتي في المستقبل حيث ما نبغيش اللي يقيسها ولا يسلم عليها غمز خوه وقال له فهمتي لبلغان هو يقول له سيراج الله يستر كملوه شاهو والدراريم شاتين كيف ما ديما فاش كيتلاقاه سخر كيحز خوه الكبير وكيحتار مفوت القياس اللي شافه كيهدر معها كيقول ما عندوش معاه ولكن الحكس هو بالنسبة لي ماتره الأعلى بعد وفاة الأب ديالو اللي مات هادي سنين حلقتهم اللي توطيضة وخافوا اللي طبعه سيراج متفاهم وحنوم ومارن وكيحل الأمور بهداوة شابه الأم ديالو أما السخر حتى هو حني ولكن كتبان حنيتو غير مع أسرتو ولكن نون في عالي وضغية كيشعل يديه سابقينو ما كيعرفش حاجة سميتها التفاهم بالعقل عصبي بالقياس اللي كيعرفو كيتجنب يستفزو حيت عارفينو قنبولة موقوتة يقدر ينفاجر فوجها أي واحد في أي لحظة كملوا العشاء وناد هو وخوه دخلوا للمكتب اللي كان ديال الأب ديالهم الجنرال إسماعيل بن يازين وحالياً والأخوه كيستعمل بقاوكي هضرو في مواضيع مختلفة حتى يلأش من أقيدها وناد سخر بغي يمشي في حالي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر